تفقد محافظ حضر موت مبخوت مبارك بالماضي الأعمال الجارية في صب نحو 90% من الجسر الأرضي من اتجاه مدخل منطقة الغويزي لمشروع طريق دائري واطلع المحافظ على مكونات المشروع الذي تم الانتهاء من 95% من أعمال القطعيات والردميات فيه ويمتد من الغويزي إلى السجن المركزي بطول 4 كم و400 متر ويعد من المشاريع الاستراتيجية لمدينة المقلة حيث سيسهم في التخفيف من جميع الاختناقات والازدحامات في وسط المدينة وسيسهل عبور القواطر دون الاحتياج إلى المرور داخل المدينة وتم عند تنفيذ المشروع الأخذ بعين الاعتبار في التصاميم الهندسية للمسار سهولة طلوع ونزول المركبات من وإلى الطريق بكل أرياحية ويحتوي المشروع على عبارتين خرسانية بطول 74 و37 متر وبارتفاع 3.5 وعرض 3.5 وتم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية للعبارتين